وبالنسبة للأغنية دي تحديداً الأغنية دي كان حصل كده أنها تصربت من خمس سنين أو ما إلى ذلك بس لقيتها كاسمها ألف الدفاتر بس الناس بدأت تصربها يعني حتى تغير اسمها في ناس بترفعها دلوقتي بلحنة حزين باسم كده يا جملة موجودة ضمن الكلام بتاع الأغنية يعني فكررت بقى لقيتها بصراحة الناس حبها حبها قوي الفترة دي فقلت أبدأ بها الألبوم بعد أول ألبوم ما نزل اللي هو ألبوم اتنسيت كان المفروض إن أخد بريك كده فترة علشان ارتاح علشان أجهز للألبوم اللي بعده الصادف إن في الفترة دي حصل كام حدث كده ودخلت فيلم أول تجربة تمثيل ليا فبس إنها تطلع لطيفة يعني فملحقت شاهدة تلقيت بقى من تجربة التمثيل دي لقيت إن أنا مضطر أجهز للألبوم الجديد فبدأت بقى الشغل على الألبوم كده يعني أختار الأغاني نفسها حتى كنت قاعد بقى مع الموزعين وأصدقائي وكده اللي بنشغل في الألبوم مع بعض كان فيه ثلاث أغاني فرايحي قلت لأ هشئله أنا عايز الألبوم ده يبقى كله أغاني دراما بحيث إن انت بعد الألبوم ده تقول إن مسلم قدر يجسد كل حالات الحزن اللي ممكن يكون فيها الإنسان يعني هتلاقي تمن أغاني أو عشر أغاني على حسب ما نستقر يعني كلهم السين بتاعهم دراما وحزنه وإلى ذلك بس مش هتلاقي واحدة شبهة تانية في نفس النرفة أو الدراما اللي فيها فإلا أنا ده الترجب بتاعي في الألبوم ده أنا عايز لو أين كان انت حاسس بإيه أو إيه تفاصيل أبعاد الحزن بتاعك هتلاقي لها ريفرانس الأغنية مسلم بيغنيها فده الترجب بتاعي في الألبوم ده المفروض الفترة اللي أنا اعتزلتها عدت سنتين طلعت منهم بمية وخمسين أغنية قعدت بجمع الأغاني القديمة بتاعتي آه الحمد لله ففيهم لقيت فيهم أغاني كتير فرايحي وأغاني مختلفة عن بعض كتير بس صادف إن اللي نزل وراء بعضه حتى في الألبوم الأوليني كل الأغاني درام والناس مبسوطة يعني الحمد لله ما حستش إن الناس شبعت من ده